اذا اهلا وسهلا بكم متابعي مشاهدي قناة شوف تيفيل اوفياء اينما كنتم نرحب بكم مجددا في قضية جديدة قضية لطبيعة الحال بكل صدق وصمة عار لكن لا ربما شي لكن في الشكاية دي لدى الشاب شاب غزال كان عارفوا يعني حق المعرفة الله يعمر له الدار وبكل صدق جابوا حتى الشكاية اللي بغي صغر هذا الموضوع دياله ديال الخيانة الزوجية كيقول موضوع ديال الشكاية متابعينا الكرام وانه يعني توجد بها السيد وكل جلدال نياب العام الوكل جلدال المليك النياب المتدائية بفاث وكيقول انتبهني شكوك حول وجود علاقة بين واحد شخص طبيعة الحال متزوج كما قال في الشكاية لما يقارب على اربع سنوات وتخلف على هذه العلاقة زوجية زياد طفل لانه في الاوينة الاخيرة للأسف تغيرت مع معاملات الزوجة معاه وانتبه شكوك حول وجود علاقة بينه وبين شخص اخر وهو الامر اللي تأكد منه يعني من خلال اه تفتيجه اللي هاتف ديالها القاء الصور كما كيقول حسب التعبير دياله فاضحة مع شخص اخر وهو الشيء اللي انكرته واثبت شخص الذي كان معامل عنده ذلك انقابتها وهجموه واخدوا المنزل لمهم مجموعة من الدعاءات اللي كيقول بكل صدق كيطلب الانصاف دياله وكيقول ربما خاص للانصاف دياله ان عنده صور عنده مع السيدة يعني وليد وراني الصور دياله للأسف الشديد فبيقول صدق اللي يدلوش يمسك ديال الخير غاز بقاو تسمعوا التفاصيل على ليسانو غايحكي تفاصيل دياله دياله كيفاش لان اقرب الهاتف ديالها وغايحكي لكم تفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخويا افتح لنا قلبك جي في القناة الشعب بشغل السلطة لذلك اللي اتعرفت اليه اقربنا من المواقع الانصاف الله اودي مرحبا اخويا انا السيدة كنا مزوجين انا وياها كنا حياة زوينة انا وياها صراحة كنت في البلاد من منطقة غفصي منطقة غفصي نعم 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 السيدة كنا انا وياها كما تقول القلب على القلب بدلت لها التكوين في غفصي كنا عايشين مع النسي قريب على غفصي سيستخدمة في غفصي نعم 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 دباح الي لنا عام دباح الي يريدنا نعم نعم difer مديا نعم يورد retrouve تمام هم شئي في غفصي وارضعي نميدنا ذلك على المدينة كتذلك نعم بإ analyzing شارة مده خياطة ما هذه الت ILعمية donc صغير القانوني .. نعم خدمت الشركة الخياطة حدثت ثلاثة شهور جيدتها صعبة ثالث منها جدت هنا خدمتها حدث شركة واحد اخرى في المسيرة نعم يعيشون كشفا في توري مخصصكم تشيخة وساكن مع السليف ديال الله عمره الدار . صراحة تمناس الخير ديالهم سليف ديالي كاملين والنسب ديال الله عمره ارته الله فيه بزائه مادتين ومعنويان وما كاش يقصره من جهتهم وما الخير دي رمي عمرني نساه نجرينا لي هنا يفاس خدامي كانت قتله على الزمان كان خدمت في ذلك الشركة تلت شهور سالس منها جهتني صعيبة وكذا وانا عندي دومين ديالي الخدمة ديالي الصنعة كانت بطباني وفروة اصلاحت اللاجات وآلة التصبين ومي كيف لهوا امي ام انا صناعي كالحالة ضعيفة طلعت عاييت مع الوالدين عد كبير وقيت امي الخدمة اخوتي يتعاونوا مع اياه وعائلتي ومهم البريكولات عندي كليان ديالي كانت قاتل مع الزمان يرغم عارف اني وعارف الحقيقة ديالي للأسرة العائلة الناس رأى سليف اخوتي كل شيء جينا هيك اخدم هناك اخدت امي اجيتك صعب انا تأمرتي ثايق فيها تتقال كاملة كما تقنسلف ديالي في عيالتهم اتأنا لوح ثلاث سور قلت لها انت يا مهم نصافي ايا كبروا ليها العين والله ما عشان الله واعلم بها اعنا فلا حول ولا قوتي الا بالله لا الى اياه لديها كما تقنسة للبلاد يا كدس بقعدوا في البلاد واحد كدس بقعدوا في كاملة وعندهم استبعات اعجاب التسانية هذا قبل اني وزاروا في البلاد لماذا؟ كنا اقلوها معها و اعطوها صافروا و لم يقلس و طلعتونا عندو والدية و عندو والديها تهي مرّا مع والديها و مرّا مع والدين المدام الى الفكرة و كنت عزيى انا و شراءة الشهر هذا الارد الأخرى و كنت أحس في الشوكوك كنت أحب بشيء مكتبه انا أقول لي يا المدام ما رأيته لمكتبه و كنت أتدخل لي بشك في دماغ ديالي تقول لي اخلاص كده باش تم بحل ذبك نقول لي غدا زوجنا مهم زوجنا علاقة ماشي عن حب ولكن كتغيها و كتغيني السبب السبب اخوها صحبي بزيب العشرية قديمة قبل من عرفها فهمت صافي هو عارفني لماذا قلت لي لماذا تسمع الخبار قال لي انت عارفة ترابيديدي ماذا ماذا نقول لي عن صافر غدا في العشياء من الخدمة تقول لي ما زال ما طلعت نعم ما حالي مكشه تقول لي بقى قدامي و اللي جاب الله نخدمه أنا نخدم و أنت يا عغي قرس في الدار اللي جاب الله ننكله الصراحة الثانية كانت تخدم ممكن تجيب لي و حلوقيتها و لم يكن لقى الخدمة و لا يمكن تعاونه ماذا قلت لي يا صاحبي يقول لي يجي خدم على العراسة جاي نيشان سنخدم على العراسة هنا قيل حدام مع صاحبي جيت فعل شيئا و قلتها يتوى معنا أصلا يجلس مع خالته يجلس معها عيني بها تسمى مع خايفش نعم 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 إياه ماذا أنا بجيت البيت ديالي الناس أراك عارف ما بغاش دي الناس شدي التليفون ديالها تخد تصوار الميديا دم هي مسحة تصوار ديال واتساب اللي زبي كانت مسحهم يقول لي عشك نمسح شي ديال واتساب ما بغاش ديال أنا أصلا ديال ما بغاش ديال ما بغاش ديال ما بغاش ديال ديال تليفون ديال ديال تصوارك ديال تصوار ديال والفيديوهات كان نلقى كان نلقى كاريتا كبير إلا عن بوسي ديالي دير درسك بلصي أخو يا نعم راح لا حول ولا قورت يلابني ماذا بغاش ديال بغاش ديال تصوار شوف أ donné نرجال لان بك بجلا نلقى كالشاب كالشاب بكل صدق بكل صدق ستعاطفوا مالي بكل صدق هو في حالة فى الصدمة حالة فى الصدمة كان نقاش بينه و بينه قبله قليل كان نقول له ما هو صدمة و أخا قرب له ما لقيته لقيت تصوره لقيت تصوره أخويا منصيف ما شاء الله لقيت تصويره مع أهده مع أهده جديد ريتيل أنا كنخدم عليهم السيدة كانت سنة في مكدونال قلت لي على أين تصوره معه في تصوره ما شاء الله واحد تصويره في الفراش قالت لي أهلا حقا هذه صاحبتي نصبتي عليها ومشيته واحد عادي الميلاد داروا لي لادرو كل ما عاشوني عسوني و صورتني هي مع الجنبي داري لي تصور وهي تصويره في تصوره معه في الفراش مع النقهة وشاهد لها بما ينصدرها هذه هي اللي أهرتني ما علي حاوله جاوبتني قادي غير فتوشوب في الأول قالت لي هشي غير فتوشوب لا قد دفش غير فتوشوبتها جاو و شوفوا الحقيقة و كده قالت لي ما هدي أنا شربوني شسميتها لادرو كل ما عاد شنو قال لك و داروا لدي الحالة صاحبت تدربت لها الحالة صاحبت بتاع حسدتها بالعربية قد قلت بتاع حسدتها ما يمسيك من الملون فشل قد يتصور ما يموت شبال ليه أقل من الحبيبة تطوي ماشاء الله ربي ينسيك من ملون يا شباب ما نريد جانب يخلقني من أخر تنزيك من الأخير كان ينهز ماذا ذاك فهمت؟ ايجي بحالك تصور ايجي تصور لا لا رقمين وديتهم ولا ولد اختها ولد اختناعت معنا راه شاهد ايجي ايجي تصور ايجي تصورت على الصوت مبغاش السيد وولد اختناعت ما تصورت ليش ما فهمك قال لي ما يمكنش تكون هذي خلطة ما يمكنش اضربها واضحين واضحين مع المباشرة انا تعصر اضرب اضرب ماشاء الله ماشاء الله ولكن تبرت الاسباح الحمدلله كل شي تشكرني بسليف ديالتي ورابو ديالك سليف ديالتي يقولي اكتنا منك تراني اصلي لجداية سليف ديالتي يقولي احنا معاك واخد ديالليدر احنا معاك احنا معاك يقولي اقسم بالله احنا معاك اخوه العيالتي يقولي احنا معاك اخوه دويس معاك بتي يقولي ونصطول الخبار قال لي سيف تديك الشيش اخوة ممتفقش ممتفقش قال لي عنجي عنقرضها قال لي عنجي اي قانون اي قانون اي واي اي اي قال لي ما امم ما امم ما اصدرت لها قال لي انت اعرف صحبي قال لي انت اراك كما تقولوا المثال دي انه جبلي قال لي انت اراك روبلادي نعم نعم العشرين دي لما عد 8 سنة انا وياه ولا 7 سنة عد تزوجه بخته هذي ده 40 سنة ونص ولا نعم فاش غوط الخوتة سيفطلهم تصور الخوتة سيفطل الخوتة جاءوا جاءوا دربوها ممزيان ما خلوش فيها جاءوا والدختها كانوا خدمين في الشركة جاء جاءوا واضربها ما خلش فيها انا شنو درس احنا خرجنا فاش خرجنا را بطنا الشركة تشفنا صاحب الدعوة عرفنا شكنا هو ما نقول اسميرا هما عارفين اسميتو ديرنا شكاية فيها كل شي على اي فاش در شكاية فيها كل شي طبعا كثير اللي تتطور معه واش حسن منك في الجمال واش كيفاش وخا وخا يقول ماشي غي حسن منك ما خاش لربما تقول هذي خيانة الزوجية اللي لربما القضاء اللي غايبت فيها وغايقول هذي تفاصل قد كيفاش دير هذي خيانة هذي خيانة الزوجية هذي خيانة الزوجية الله أعلم لو كان غير مهم وكل شيء ما تتقبله كنت واحد ما تقبلتك بنادم هذيك لا ما حسن مني أنا وعارفيني أنا عائلتها كل شيء عارفني كان جدا مهم غيلا الله ما ما أعطني ما ما يمكن أن تقاتل مع الزمان لحول أن أقوى أنا أقولوا لي تقول لي بعض الصحابات ولن يقول لي ما صحابات في الشركة أنا لا يوجد صحاب أنا صحبي صحبي هو والدي أنا صحبي هو والدي صحبي هو والدي لكي أسليم الخدمة كنت أخطأ لأسجار دعا كنت أخطأ لأسجار دعا هذا هو اللي مقع فيها ولدي ودهما يجيني ولدي ما يكبرش مع واحد بلهم هما والدي ركب معي في البلاد وصيف الطول ينسيب وسليف عند الوالدين وكيبوسوا رياص ديهم وكيطلبوهم كيطلبوهم الى هاد كيطلبوهم كيطلبو جلوا للدار وطلبو هما يخطى دارو هاد بلياو شي تانية اللي هنا عند اختها هالدار ضيفون يا رحبو بيا كدا فش شدوا والدي عندهم اختها هالدار كبيرة وهي ماذا تهموني؟ تهموني والدي وتهموني أخوتي ماذا تهموني؟ تهموني بالخيانة زيما تهموني بالتحرر زيما زيما والدي ووحد أخويا الصغير بللي كيتبسلو عليها هي وخيطيني؟ نعم دبا كي يعني بطبيعة الحال كيتتهموك وانا كيفاشا ما فهمش القضية هما كيتهموني يا والد ديالي هما كيتهموني والد ديالي وكيتهموني أخ ديالي وكيتهموني أنايا تهموني أخوة بللي كنتظر مني حجي ما كينيش وبيتهم هنا كانت كنتظر مع البنات وكذا حسبي الله ونعملواك تتطر بطريقة كارتية للاسف تشوفوا التفاعل والناس يضمنوا معه من خلال التعليقات احنا مش نطلقنا في القضية ولكن تحصلها بالحرقة اللي عنده السيد هذا الشاب اللي يبغى فقط يكون عايش في امن وامل واستقرار رفقة للزوجة ديه دبا الان هات السيد المستجدد دي القضية هات السيدة اللي حصلت عليها وعليها يعني هذا الامور هاتي شنو كي ديروا دابا في نراهم كيفاش واشطلقتها الامور القانونية احكينا على اشياء ما طلقتها مولودة مازالي خرجت تصور ديال تصور ديال تصور اللي هي وياه وده كل ملصاج اللي كانت سكسافت لياه حرجتهم درتم شكاية دفعتهم الوكيل المالي هيا رعا ما كنشوفها كيصنع عليها بريفي كيصنع عليها عائلتها ما كنجاوه التواحد نقص بغير عارفوني ما كنجاوه التواحد ونزيدك وحال القضية كان عندي صور ديال الدار اينا الدار الذي يكاري في المسيرة جاءوا ودروا لي خطة قال عندهم طلق شقاق ونسب من التافق فلنجد انشاء الشرق اللي يمشوا الدار فلنجد الدار حلت الباب صافي الدولية سوار الدولية كل شيء ما خلوا لي اتحجف الدار ما طلقوا لي الدار الدواء أنا فلنجد الدولية كل شيء ما كنجد ما كنجد ما يمشو الموعدين لا اكثر واختيها الكبيرة ونسيب لديها معهم ربما إذا فتتتها ونحن لديهم آآ، نحن لديهم استمتعاً مقال لديهم رديهم فتتتها بدون يعني رديهم في المدينة ونحن إضافيها الضار والأخذنا في الشراء ونأصل إليها سأكون هذا يقولو الله يا مصري درسك بلسة ولماذا سأتق ولماذا دازل تعليه ما سأترى قلت لها انا مشكل نكريلك ندربه هنا شهرين كمله في الشراء ونعاد للغاية فقط لك البلد لم يكن لديك نعم نعم هيا هذي كنت أعطيت سوارت أعطيت سوارت سيفو علي على الضرب اللي لم يضربوني خلت بحالاتي قلت أنسيب أنا رأني تايق فيك أنت قد دل لي الحال في هذه القضية هذه ماذا قال لي؟ قال لي أنا ما عندي ما نقول حيالة داروا لي نصف فاشا مشيت البلاد صون على يمو الضرب قال لي يا عب جبار أخوك قد درب قد دلو لك السقطة دي الباب نحن نقول لها الفرخة نعم نعم قلتد دلو قلية رية أصليفك معاهم نعم قلتك زييفي وهو اللي قال لي يا عينام مشير حيالة إصليليkah killsよし ما لي بيهد أنت تحتار الجزء و ربما العشرة هي تركض من الأشخاص والدموع جوني فعيل لقد قاتلتك كثيرا والدي هو صحبي كان اعتادر متابعينا كان اعتادر نرجع لكم خليكم معي وقع اخويا العديث ممكن انك لطبيعة الحال تكمل القسفة اعتادر نداء انا كان اطلب نداء ذيالي السلحة والقاضاء والامن يوقفوا معي في هذه القضية انا بغيت اولدي انا بغيت اولدي يكبر مع واحد السيدة يدخل الراجل معها ويكبر في عائلة الله اعلم هذا اللي بغيت اعتقد انك تبيني هذه القضية لك ويقول مثلا نشوف تعليقات متعطفين معاكم ومتضامنين معاكم الله اعجب كيف يقول لكم عمام قناة كيف يطلقها ويجيب لك الله محسن ويجب انا نشوفك واذا نتخلق لماذا تدرته كامل اصلا اصلا نشوفك عادي ما اسمعنا احد ما اران احد ويقول لك يهدوني ومهم كثير من الحوايج ويقول لك الصلعية بريفي ولم يجب أن نجلب شيء واحد الله وما ان هذا لي انا كنتابع وكنتابع السيد وخا اخويا العزيف اخويا عبد جبار واذا كنت تظن ستخونك السيدة حاشا والله والله قسم بالله ما تطح لنا بالي كنت نشوفك كيف يتعملوا معيالتهم مثلا لقد قلت لها السوارت قلت لها صاحبين منهم لماذا؟ انا سليفي كنت نسوفك لداره ثلاث ياما لا يعملوا وانا قلت في الدار وقسم بالله الى شهر وشهرين كان يقص في الدار ويأتي عادي بحقهم بحقهم ومولدهم طيقة كاملة صراحة والله منصر خير ديالهم لقد اخذتها الكبيرة تصيفت عليها تصيفت عليها وانه كان يضربوني في داري وشهرين وطبولي اليدار ودوولي اليدار وكل شيء وفاش في العشياء السود ونسوفت بالدار وقعت لو وديها مشانا مكيه هذه الظر حيليات تقول لي يش قال لي انا ما عندي ما اقولك فاش كنت لشكوا بدل الفرخة الجال تقول لك صليب بدل الفرخة وصليب لك وانه عندي عزيز صراحة وعندي عزيز وعندي عزيز وصراحة ما ننساش خيرهم والله منسى وققي وقع اللي يوقع قالوا لي احنا معاك ولاحظوا تاهم لاحظوا شي ملاحظة فيها لاحظوا شي ملاحظة ما كانوا يوصلوا للميصج نعم لا سليف ما تقول لها ما نقول لها نعم نقول لها أنا أريد ولدي فهمت والله هي أخذ الحق هي ما تقول لها لا لا ضرورك صاحبتها نصبت عليها دارت لها هشترا غير تخربع هشترا ما فهمت أنا قلت لي موحا نضرب أنا السجن مع دبان ملا حول أخويا منصف رالي حول ولا قدت لها بالله يعجزوا ليسا عن الكلام نعم أقسم بالله العلي العظيم لهذا السمال الشهي مشيت لمرة دي المكلة ورصي درني والدعوة الله نعم رونتني وردتني الوالدة دي المريطة والسكرة دابة حاليا طيحة الفراش وعائلتي كل شي تقول هذي ما يمكنش عائلتي عائلتي تقول هذي ما يمكنش تكون هذي مادام دي يا لك تدير هذي شي هذا عائلتي ولا عائلتي الله من دبا خوتهم تسيفوا عني ياو أخويا عبد جبار أخويا عبد جبار كذلك كنحاول غير نقرأ تعليقات ونقلها لك وبطبيعة حال في إطار تفاعل مع السيد المتبيل أو فياء كن اللي كيقول المرامة كتخن الراجل احنا ما عارفش وش لربما القاضاء غي يعني الصور دبرا كينا عندك صور هي مع نقواح السيد يعني مع نقواح السيد معه موضعية غير يعني مخلة للحياة مع فلشنا القاضاء شنو غير يقول فالقضية بطبيعة الحال ولكن دابة الناس كيقولوا نعم لقى القاضاء أنت تكون قابل بطبيعة الحال بالإحكام المؤسسة وعندك تقفل فيها بطبيعة الحال كيلك يقول وشنو اللي يخلينا ربما لأن المرأة تذكر في الخيانة دي لراجلها وش وش انتا يكون فيك دفو هش فيك انتا شي دفو باش لأننا ربما غير تخلي واحد مرأة تخونك حاشا ولله نعم ما كيش دفو اقسم بالله العالي هو العظيم إلى رجل ونص نعم رجل ونص اقسم بالله العالي هو العظيم كان خدمك، اضربت يقولك كان قاتل مع الزمان وعرف اني خوتي عرف اني خوتي عرف اني عائلتي عائلت ضأ وقاربتك محافظة عائلات الله يرحمني ولدين çon Ost― ومن صبركْ عارب اللي كا Private نرى لَحوله ولا قوته إلا بالله هيش انه آه الله أعلم وش اطلع الله أعلم انا كانت قاتل مع الزمان ما ش هو هذاك مع الوقت ما ش هوه هذاك مع الوقت لكنه عنده البنถ الأشياد وصل لك إذا الله أعلم تدرتي بحثة على السيدة بطبيعة حلواناته بأنه لا بس عليه ما دلش البحث بش عارفون ربما الأسباب اللي خلتها السيدة تفكر ما دلش البحث البحث اللي ديت هو عرفناه ويتاه يراها عرفاه واخوتها عارفين ولكن أمام الأمن ثم غنعرفوا الحقيقة إن شاء الله يربي هذا اللي هي دبا الفكرة اللي دارت دماغ ديالها هي كنت كتقول لي كنت كتقول لي أنت اللي جايد ووزع ليك محلة كنت ديران إحنا كنقلوا بمصالح ديال الجبل بالبلاد نحن دمدومة محلة درتني دمدومة ماشي مشكلة كنت تدرم عفلان ما كنت شوف لاش تليفون كده هذي هذه هي الفكرة وتغير كنت كتت عامل طريقة اللي أنا صافي أنا صافي اتقت فيها لوحت للسوارت هكا قلت لا مهم دير اللي بغيتي نعم 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 نصي حالي توجهت شباب حالي اللي بس ميتاحوش فهذا مشكلة تنصح تنصح هوم ما يسعفوش عيالتهم ما يسعفوش عيالتهم ورا كنت نوية 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 نقري ودي زعمها في المدينة فهمت نعم نعم ما شبح البلاد را راك عارف اخو يا منصي في البلاد كديرا المعانات كده وقل زعم ما كن عيشو في الرسول صلى الله عليه وسلم هجر المكة إلى المدينة على أساس نعم نعم هذي هي الفكرة دياله يا منصي وفش وصناها مواصة ما كنت منويتاش نعم وياهو سعف المرأة دي سعف شاورو ومديش بريا نعم هشش 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 والد دياله قال الوالد دقل لها في العيد وقال تقول لي أنا كعان نمشي للشركة الشف الشف قال ليها قال ليها المرأة قال ليه محلا أدرا هاي شرطة لها في الحياة قال ليها أقسم بالله العلي العظيم لحتدل حلتوش هشش والوالد دياله ما نحن لك عالمين بحايل الله ربي أعطاهما قال لي أدرا هشش غادل حلتوش هشش هشش كان فيها هاد المواصفات طماع ديال الغيرات لا ما كانش فيها قبل ما تزوجت لحتى 40 ألف ريال الحجرة جدتك قاد يديره في جيبك قال لي ما عندي مندي الفلس جربتها جربتها مشكلت لها تليفون بشيه 30 الوفرين غطيت له هكذا تم تزوجنا على فنوية الحلالة فنوية الحلالة معها وعائلة محافظة وعائلة نس مزيانين الناس اللي عمرها دار نس ما نقول شي اكل ما اللعب أقسم بالله إلا تنسيم تأعطيني حواتك معي واحدة لكل اللبسهم أنا وعامه أنا معها في الدار ما صبرهم عائلتك وقام باشي عائلتك وكنت أقوله الواليد كنت أقوله الواليد عنده في الفوق والواليد عنده في الدكان ووايد عنده هنا كنت اعني كريفة غفة قال لي لا تكريش قال لي هادة القريبة الموتر عندك وصل مرتك للمدرأ صار وده أنا في البلاد أنا في دارنا مهم بحيلا دارنا بجوش معنسي ما عندك مشكل معهم شو لذكالوك يسمعوك وملائيلة ديالة شو تقول له اللي تقول لي من قل الموت دي لا حول ولا قوة الله رايما عارف انه هادة هم دباب حيلا تقول لي انا ادفوا من عندي انا كده انا كده انا كده انا كين تصور اوديوات انا كين ميصاجات مهم كين كل شراء مخرجين عندي صيديات فهمت هذا الان اخر رسالة اخر رسالة كانت مستلحموشي ومسيد القضاء ومسيد الامن الوطني يوقف معي وشوفيه لله اقسم بالله لغنية حسانة اخويا مصيف نعطيك واحد الفكرة وصل الغفصي وسول عليها وصل الزريقة وسول عليها الأصدقاء سول عليها الحوانس سول عليها الكليان رأى الناس يعرفوني رأى يشوفوني رأى يشوفوني رأى يشوفوني اه كيفاش انا موقعت هذا الشيء موقعت هذا التعرف في القبيلة ولكن الله والنهي على المنكر الرصول صلى الله عليه النهي على المنكر انا قدرت معهم الحال فاش قالوا لي قدرت مرتك قدرت من ردة ولكن سولوا العلماء بفضل القضية استعرفت لوحد العالم اعطاني اني مردي وحد سيد ما شل عنده هو سعودي صوني تعليه الواتساف سائفة طليا قال لك الله الله هكذا مصيبة الله هكذا وقال لك نسوي اسمع لا يخليوش نسوي اسمع ايلي انت بغيت يطبق دي ايه 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 الله يرحم الوالدين احنا ايه ايه شنو دي بتي قوله دي بالردي اقول لاني ديوتى انا مش راجل انا راجل ونص انا وقف يا والدي اقسم بالله وقف يا والدي هه كانت تابعوا اقوم بغيته والدي انته فش انو اضرب كاذش انو ما اضرب فاش انا قتلهم الدرا اعطان سولوا العلماء على القضية يبقين شنو ريسى انت يقول الاسلام قال لك لا، قال لك غيروا وصلوا للدار دياجلس هذه في الأول نهاراً فجانسي ونقضت المركبة حياتي قالت لي لا، سأسكنني هنا و سأخرج أصرف عليها هنا و سأنتقنها في المردب هنا في المدينة و سأسكنها هنا و سأخرج أرغب عليها بثلث يام بربع أيام أخوة مصيدة رأسك بلاسي والمشاهدين يدرون رأسهم بلاسي أولاد البلاد اللهم إنها دموك اللهم إنها دموك حق الرد هو مكفول للجامعة في إطار حرية تعبير والصحفة والنشر أكيد، إحنا ما كانت منه وش الرواية دي لعبد الجبار إحنا طبيعة الحاجين باش نقلوله الصوت دياله كمواطن عنده الحق في الإيصال الصوت دياله في إطار الفاصل 25 مد السور لكي يكفل حرية تعبير مكفولة للجامعة أكيد، إحنا من بار الشعب أكيد الهموم والمشاكل الاجتماعية والحالات دياله للشعب ما غير يمكننا إلا نقلوهم كتكون عبرة الشابة وحدين خرية لربما تقى العمياء في الزوجات ولا ماشي كل شي كي يخون ماشي كل شي كي يفكر يخون كين الناس اللي بطبيعة حل ما كي يخونوش اللي بغاة اللي كتفكر لربما تخون الزوج ديالها شوفوا المصير وشوفوا العبرة شوفوا العبرة يعني من خلال هدو البت المباشر دي العرض الجبار كيقول أنا مع مريمان ويت لأنني نخرج بت مباشر ونتحدث لرغيانة كنت عايش في آمن وآمن وإستقرار مع الزوجة ديالي ربعة سنين ديال العشرة عندي معها ولية كي حماق على ولده يعني بيكون السادخ مسكين متأثر بقا فيه ولده بزاف ما حزنانش عليها ولكن حزنانها ربما على الوليات دياله اللي غايبقى يشوف هذا البت المباشر وغايكبر فالله يدلوش يمسك ديال الخير احنا غامقاو سبين معاكل ميلف ديالك أخي عبد الجبار حق رضي مكفول الجميع شكرا المتابعين لتفاعوا ديالكم أخير رسالة توجي أقبل من قطع البت المباشر أخير رسالة كنوجها الأصدقاء اللي مزوج اللي مزوج ما تطيقوش ما تطيقوش ما تخدموش عيالاتكم قل لي يا وحد السادق اللي عمره الدار وره وصاني قال لي مرتك لخرجها من الشركة وقلت لي حلاش قال لي يا كرموسة قال لي لي جتي طيب واللي معلم كي يكل اللي كي يلقها طيبة كي يكل عيبرا كرموسة ليجا كي يطيب ليجا تي طيب واللي كي يلقها طيبة تي يكلها هذه عبرة ديالي أصدقاء الحباب والأصحاب أنا كنقول المرأة بحل جوهارة يعني ذلك جوهارة المرأة غالية عندهم غالية واه المرأة غالية والأكيمة المرأة مخصش تدلل رأسها لربما وكتشوف يعني تشوف يعني في جوجات المرأة تخصج مع رأسها بالطريح العبارة تشوف المستقبل دياله والولداتها والدرجة ونحن بطريقة حالة عصر عصر الانفتاح أكيد ليس سوف نتعامل لكي كنت تتعامل معها كيفية طريقة تتعامل معها اللي غايقول لك ربما كنتين نزيرها لا 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 أقسم بالله ما كنتم زيارها بالعكس هي عصبية شوية وديما تقول لها أنا رجلك ما تتعوتيش عليها ما قلوش اسميها ما 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 قلوش اسميها قلت ليها الله يرحمني والدي أنا رجلك ليش كنت تتعوتي نعم فأنت أقول له هي عصبية وفي نفس الوقت كد رجع نعم هي اللي عملت ده القرب الكبير ووقفت معي صار راحته أطعتني الدهب ديالة بيعتولي أنا ماشي تديتوليها نعم هي أطعتتولي وقلت لي وقلت لي هكي تعاوني وما أعطاها ما شاء الله كده أخذ كورونا ووجدت مع المشاكل وما كيلي كيقود دهب ديالة ما أعطاتك الدهب ديالة كيلي غايقول ربما طلع لها فرصها الشي وش عائنات ما عانات لا 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 انا لا لا ما عمري خسّطي طام شي حاجة أي حاجة مهمة يكون عندي مهمة أعطريها وحتى إقتقضى إلحواجر أخبرها وقلت لي ما ذلك ما رأيك يالله لنأخذوا أينمويا نخرجوا نديروا مهموبا بما وكما تخرجها وكما تخرجوا شنا هاي يطع نزوينة يلوك تقول لي تعالي صوتك علي علي هاتهربني منك اكتعالي صوتك علي هاتهربني منك دائما كانت تنقشوا آنوياها أخيتي كلهم بديورهم لم يكن تسمعوش تصدع دائهم وهي آنوياها دائما الوالدة تقول لي ما لكم يا كلاباس الوالدة دائما تعوت عليها ما لكم أمرتك هذا هو المشكلة لك عندها صوتي عالي نزيدك واحد القضية أخوها فش طلبت منها قال لي يا أخويا عصابية شوية ولكن القلب كبير قلت له أنا ما غن أعصبها فش غن أعصبها اللي تخصتها موجودة اللي تخصتها موجودة هم أعصبها هم أعصبها فينا دائما إلى هذه القضية ما سيقول لربما الدين ما سيقول لربما تقدر لا يمشى مثلا شيء شيء عالمي في الدين قال ليك ممكن ترجع مع مرتك لأنها لا 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 وش غ ترجع وش غ تكون مرتاحة نفسيا ما نرجع نرجع أنا قلت هلوم ونصولوا العلامة اللي داروا هنديروها اللي قالوا هنديروها ما لدينا مشكلة عائلة من قلتك تطلقها ردة ردة مارتي مارت والدي ليش هي شتتني هي شتت تشمل ولكن أنا أنا مع الدين ما قاعد في الحل يا مصر وقاعد في الحل ما كنت ناويها ما كنت ناويها ما كنت ناويها أي حاجة ما قاعد في الحل يا مارت يقول في اللغة يقولوا ماذا يقع على عبد الزبار كيفية ربما عبد الزبار خرجي يهدر هكا وهي أدبة هذه اللي هربت منها وانا عن طحك فيها أدبة حالية ولكن دكشت يالله الحمدلله راجل كيبقى راجل دمشي مراجي مراء كما تقول المثال دمشي مراجي مراجي وعشراء ولكن المشكلة هي الولد هذا بحالي ندري ولد بلد ولد دوار ولدي ديما نخرجه للقهوة نخرجه معي القهوة نضي معي للسوق ونضي معي الغساء وانا عن طريقه عبد الزبار؟ ليس مزيف هذي شي خمسة يمدابة وانا عن طريقه خمسة يمدابة حاليا لا هي سيمانة ولكن في وقع هذا جاء الدوار والدوار والدوار وانا عن طريقه خمسة يمدابة فلنسيبه واسلي في جاء عندنا الدوار كي يحاولوا ويزوجه صافي قلت انا نحصر على قلبي وانا نسولوا وانديروا اشتصادقة هنا يغيبينتنا ورده العالم هو اللي لربما وقلت قلت ربما سيقان ونهي عن طريقه وانا انا رغمه اغنى السوق انا اقول لا اردتي انك حاندة انا بالنقل اذا اعجبت اطلقه فقط وانا انظرب المشكلة هو النسيب من الارداء الموجي لدينا وانا يطلق الساكن والسابق ربما يسكح لا يجد أن أتخطي إلى أوديوه يقول لها أنه يأتي أن يجعل كيف يسمع ويقوم بإستخدامها وقالتهم أنه لا يغمقهم أنا لا يغمقهم أنا لا أرى أنها تدروا أليك ولم نقلب أي مشاكل لم يتقلقوا على أخي أدو أنهم مع أخي والدية لم يكن يحضرون أحد أحد وصارع أحسيت بحقرة معهم وحسيت بحقرة في رائع جاءوا بغوية كلهم وقالت لهم السورة خرجوا كل شيء هذا اللي كان اخويا منصف الله يدرك شمسك ديال الخير امين وحق الرد مكفول للجامعة كان قولنا من برد الجامعة قضية ديالك القلسيها من خلال رأي العام تشوفها عدد كبير ديال السابع مستدر أطياء اللي في تفعله معك في قضية ديالك نتمنى شمسك ديال الخير اخويا عبد الجبارج الله يدر الخير شكرا المتابعين تتبعتوا معنا قضية ديال عبد الجبارجة باش يوصل الصورة والصوت دياله وكتشوفوا حالة ديال المهيار دياله بكل صدق ماشي سهل اللي يعني اللي يعني شفيت بلا انا غانقولها لو ربما ما اقول لكن واحد مثل كيتقال عبد الجبار شاب حلم الى انه يعيش كباقي الشباب متزوج كيتقاتل على الزمان غيطح وينود كل راجل اللي راك يطح وينود عادي كيوقعوا المشاكل في الحياة قال بأن امرأتي كنت عايشة معي في الهنا انا كنت عايش معي كانت تويج ديال ربما ديال هاد العلاقة اللي كانت عن حب تلوح الولية للأسف هي طمعها ربما العمية العمية كما كان قوله باش لانه ربما يكون عندك ولية وتفكر لانك تمشي الاحضان لراجل اخر فهالشي يعني كيخليه عبد الجبار في حيرام امره كذلك الرأي العام اللي كيشوف يعني هاد القضية وكيقول اللهم ما ان هذا منكر كيفاش ممكن لاننا ربما هاد دري نخليه في هاد الحالة هادي واش الخيانة الزوجية غاد تثبت عليها من خلال المحكمة الابتدائية لانه شكاية ترفعات المحكمة ديال ابتدائية ديال فاس بطبيعة حال للسيد وكل المالك ترفعات شكاية لربما الخيبرة هو كيطالب الخيبرة هذه التليفون الخيبرة عبد الجبار مهدرتش الخيبرة متكورة في شكاية الخيبرة وشكاية الخيبرة هي تقول مشاربينها لدرك وصاحبتها صوراتها بالغدر وقد قلت ليها إلا ما قلستيش مع احد صاحبك ولا مع احد صاحب الدعوة رأى عن شوهاك وغان وردت تصوى الرجلك وغان وردت تصوى الرجلك ما عندهاش في نواة دليل قلت لي شنا هو قلت ليها عن شو رجلي برجلك لها الدار اللي دخلت ليها اللي كان فيها عيد الميلاد قلت لي يلا قلت لي دار قديدة الصمصار قلت لي دار قديدة الصمصار وقلت لي بشيت التنمية وحق دار خوة موقعه وشف دار ايه قد دخل اخر فقلت لي الفوتوشوب مرة تانية قلت لي دارك قضية حماضة فجأة بقلت لها غير وغير رجلي برجلك وصاحب والدقتها وقلت لها تبينة لا ما اسمعنا احد مرة احد ولا ما اعطيتكش الحقر اني خليه وصحابي صحابي حاليا دابة قالوا لي شوف جبنا النمرة دي المولة الفعلة كانت مظلومة ان نخدو ليها حقا ما كانش مظلومة بهم اي طالة عنش بسيط باقي قانون ان تبقى ان تبقى ان تبدأ ان تبقى ان تبقى لها شكاليته ان تبقى ان تبقى حققيتها تدرتها في بيتي تمقى تدرتها في البيت ذي ويا غياء انا ويا اناس طاقت للفكرة طاقت للفكرة عندي ما ولكن بلكن بحال ان نزل علي واحد سكين واحد طمعنين الله مشيت ومع الرزي ياله أقسم بالله يعني عبدالجبار سيمانة وانا الرزي ما كان حشبه الماكلة الشيية سيمانة أقسم بالله ماكلة وولدها وولدها وقع أخوة يا عبدالجبار يلا اخليك ما زال الله يزال معنا الناس يعني في اللا يزال وكذلك نوصله للحديث قلت متبينة الكثاد عبدالجبار تطرح مجموعة من علامة السيفة لماذا لم يكن حمده ربما يعني أعطى الله وليد عايشة في أمن وآمن وإستقرار تقاتل على الزمان لماذا نحن نوعه لا يوجد شكوك بأن تخنطيها بطيها ربما ترد الكثير أقسم بالله مع عمر من النهار تزوجت كانت ترى البنات في الواتساب كانت دخلنا في الديور كانت ترى البنات في الواتساب لم أكن أسحهم وليس بالله كانت تقول لي يا ماكهم السهيلة لم أكن أجل أخبرها كانت مرة أما بخير او بخير كانت تكتميسة العشاة كانت تهتمين كانت تقتلوا عندما تقول المجموعة وكانت ترى البنات مع الجيران لم تنتظر لقد حصلتني وماذا عمرت خنتيها؟ لا عمرت في حياتي خنتها في الواتساب البنات عادياً كانوا بنات صحاباتها وقسم بالله إلى فراسة فراسة كانت تقول لها معي أغي البنات بلصة اللي خدمت فيها هي قلت لها البنت قال الله يحملك الوالدين دعنا لي فيديو واتساب نشوف مارتي شكو إحداها هكا لماذا كان غير عليها مارتي جوج ديها البنات وراني قلت لها وقسم بالله العالم وقلت لها قبل ما يقولوا على هي وقلت لها شوف راني صاحبتك فلانية راني صورتك في فيديو واتساب وراني هذه أخوية هذه شركة فيها شركة هذه بنات ودراني هذه تقولون لها معنا غير البنات وقلت لها مأنت تقولون لها معنا غير البنات نعم أنا تقتذه درست لا نرى هل يقوم بل去 يعنيم الآن في هذه الامور؟ ليس الا منذ نهو الحب في القتاء أшей حلقة لألم ذلك قلقوا هذا المضمئ لقد قلت لك أما احضرتك و امان الماد اقول لك عالك جبار انا قلتني ان يكون صالح مع المغاربة الله عودي اقسم بالله العلي العظيم ماكين جرام ديالك دوب وخم كيلي غايقول لك علش ما خليت ايجدك شمسور ضغع ثمانية علش ما خليت ايجدك شمسور وحبك بالله عائلة وحبه يتفك المشكلة يتقدر هذا علش خرجي للرأي العام كتبع علش وارا صعبين اجروا عليا وارا خرجوني من الضار انهم والدي واسيفوا عليا واسيفوا عليا اصلا اختها الكبيرة تسيفت عليها هكا قلت قول لي وانا كنت تعصوا وقدر فراسك قلت قول لي وانا كنت تعصوا وكذلك وانا بغشنقني نعم قلت قضية فيها اصافي والله هي تلما دم تسيفت نعم قالت لي يلا تهمتني بولدية وتهمتني بخوتتي وتهمتني بالعائلتي وتهمتني انا كنت طلب منها شحوج مكينيش وطلقوا وكتطلب مني شي حاجة ما عرفتها انا كنت قلت ندوي مع البنات نعم فهد هذا اللي كان لكم متابعينا ما كرناش نطولو معكم الهاتف ينسخلوا واحد درجة ما تصوروهاش كان قطاع قبل قليل دي البت الاول اكيد القصة القضية معروضة امام القضاء ولا نتقى في القضاء وحق الرد لمكفول الجامعة شي ممكن نقول حياكم الله متابعينا الله يدير لي شي مثلك ديال الخير لعبد الجبار وامثال عبد الجبار بطبيعة الحال الله يفاجئ على الجميع شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته